انا معايا المعلومات على فكرة ومشكور جدا مطبوعين ومرتبين وحلوين وانا حاطتهم بلون أصفر معلمهم انت كاتب عشر أمور يجب أن نذكرها ولا ننساها بس الجدير بالذكر مش بس انت بتقول أمور لازم نتذكرها أو ما ننساها لكن في معها تحريض يعني التشجيع لعمل خطوة عملية إذا هذا المضوع شو رأيك نخوض في المضوع نبتدي من النقطة الأولى تفضل دكتور باسم النقطة الأولى سميتها أنا أذكر الماضي والنعمة الغنية أذكر الماضي بتاعك وانت كنت عايش في الخطيئة طب ليه يا ربما أيام عايزين ننساها ألا أنت لما تذكرها أنا هقول لك تحريض أو هشجعك أنك تعمل شيء إيجابي وجبت الإراية من سفر التسنية سأقرأ للفائدة أخي نظار من سفر التسنية أصحاح 15 ابتداء من آية 12 لآية 15 بيقول إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية واحد يقول لك خلاص هذا الكلام خاص بالعبرانيين خاص بباني إسرائيل من تعددتك أشرت أن كل الكتاب موح به من الله ونافى في حياتنا على مرة العصور على كل الأصحى ده كما إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك طب إيه اللي خليني أطلقه حرا؟ آية 15 يقول واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم فحلو أن إحنا اللي اتحررنا من الخطيئة ونتذكر أيام الزل واحد يقول لك يا عم منسى يا عم أنا النهاردة ربنا بيقول لك أذكر أنك كنت عبد في أرض مصر عشان لما تذكر أيام الزل وأيام العبودية وتذكر أن الرب فداك وحررك من سيد قاسي اسمه فرعون كان بيستعبدك في معاجن الطين تجري أنت وتحاول تحرر من هم في وسعك من هم في إيدك أنك تحررهم من سلطان الخطيئة يعني أنا كمان بتطلع على عزمة الوحي أخ باسم يعني أمور لما بتدرس الشعوب اللي كانت حول العبرانيين قديما مثلا مثل الفراعنة وبعد فترة الأشوريين والبابليين اليونانيين الفورس واليونان والرومان بتشوف الأغلبية الصاحقة من الإمبراطوريات كانت تحكم أو اللي بيقوم في كل الأعمال العبيد العبد يعني يشترى ويباع وهون نشوف قديش الرب برفع من قيمة هذا العبد أنه خلاص يعني اشتغل عندك ستة سنين في اليوم السابع بتحرره ومش بس بتعطيه يعني فيه بركات وبتردله أرضه وبتردله بركات وخيرات وكله ليه أذكر لأنك أنت كمان كنت عبد مش أنت فاكر أيام الطين فاكر أيام معاجل الطين والزل والعبودية لا نسيت لا يا أخي أنا النهاردة بدي لك صدمة زي ما حدثك أنا بصحيك وقولك أذكر أيام الزل وأيام العبودية أذكر الماضي ونعمة المسيح والمسيح اللي حرارك من خطيه عشان كده تجري هنا طبعا في النموس كان ست سنين يقدمك في السابعة السنة السابعة يخرج حرا لكن أنا النهاردة بقول لكل شخص مؤمن من دلوقتي من هذه اللحظة شوف فيه ناس حواليك يا أخي مسكين فيه ناس عبيد للخطيهة زي ما الرب يسوء قال في إنجيل يحن أصحاح 8 آية 36 إن كل من يعمل الخطيه فهو عبد فهو عبد الخطيه وبعدين قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا في يحن 8 آية 34 إن كل من يعمل الخطيهة هو عبد الخطيه طب واحد عبد فبيقول لك في آية 36 فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا حرام عليك مش حدثك طبعا حرام عليك أيها المشاهد إنك تكون يسوع حررك من سلطان الخطيهة وعرفت طريق الحرية وحواليك ناس فوسعك إنك تعرفهم طريق الحرية وطريق المسيح المحرر العظيم وتأنك قاعد ساكت مش عايز تحرر أخوك الأبراني أو أختك الأبراني توضيح كمان أخ باسم للمشاهدين إنه لما منتكلم بكلمة الله أذكر هون مش دعوي إنه يتغذى على مقاس الماضي ومشاكل الماضي وعبودية الماضي الرب حررنا والماضي تحت دم المسيح لكن إحنا نتكلم هون كمعاملات يعني مثل داود صار ملك فالله بذكره دائما النبي بذكره إنه الرب جابك من بين الغنم فيعني الإنسان يذكر أصله وفصله على أساس ما يتكبر ولا يتجبر ومن الناحية الثانية أنا حطيت العنوان أذكر الماضي ومش عشان تنوح على الماضي بالزبط أذكر الماضي والنعمة الغنية أذكر إنك كنت عبدي في أرض مصر ففداك يعني هون مش بيقولوا أذكر وعيش في الماضي الأليم وعيش متألم بالماضي لا أذكر إن كنت عبدي ففداك أنا بذكرك بالحرية مش بذكرك بالعبودية بذكرك إنك كنت عبد فأنا حررتك طب يا رب أعمل إيه يا أخي حرر الناس حواليك حرام عليك إنت عرفت يسوع المحرر وحرام عليك الناس تكون مقيزة وإنت مش عام تعمل شي بالزبط